سباق روسي إيراني للاستحواذ على مقدرات سوريا وثرواتها في ظل نظام حول البلاد إلى مزرعة يبيع منها لمن يريد ويعرضها على المزاد العالمي ومن رهن الثروات إلى بيع الأراضي ينتقل نظام الأسد كاشفا عن تصاعد أزمته في التعامل مع الدولة وثيقة روسية جديدة عمرها شهران تكشف بيع الأسد عشرات الدنامات لها في محافظة اللاذقية لتوسيع قاعدة حميميم التي استملكتها سابقا النص الصريح للوثيقة يقول إن الجمهورية العربية السورية وافقت على نقل قطعة أرض في محافظة اللاذقية إلى روسيا من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي وتبلغ مساحة الموقع حسب الوثيقة ثمانية هكتارات وتتحمل روسيا كلفة بنائد البنية التحتية وتجهيزها وتعد هذه الوثيقة هي الثانية من نوعها التي تفضح قيام نظام الأسد ببيع أراضي البلاد ورهنها للروس والإيرانيين ففي مطلع أيار الماضي كشفت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية أيضا عن وثيقة تمثلت بمرسوم رئاسي من بوتين يفوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع ما سماها الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا وعقب هذه الوثيقة غيرت روسيا من صفة سفيرها لدى دمشق وسمته المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا وهو ما اعتبره سوريون بمثابة لقب المندوب السامي الذي كان يطلق على قائد المحتل الفرنسي في سوريا أما قطاع دمشق فهو من حصة إيران حيث قامت بشراء عقارات وأراضي كثيرة في ريفها وبدأت بتطبيق خطة تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة حتى يتسنى لها تطويق العاصمة بحزام طائفي تابع لها وبالعودة إلى تزايد حصص روسيا من عمليات الشراء يرد مراقبون هذا الأمر إلى دورها الكبير في تثبيت أركان النظام ومشاركته العسكرية في عمليات الإبادة ضد السوريين وهو ما اعتبره المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سببا جوهريا لعدم قبول روسيا كجزء من أي حل للأزمة السورية المستمرة اشتركوا في القناة